السلام عليكم ورحمة الله إخواني حياكم الله إنما كنتم هذا حديثي إليكم في إطار رأيي فيما يحدث نحن اليوم السبت 24 نوفمبر 2018 وحديثي إليكم كما سبق وعدكم في مجموعة نقاب طبعا كالمفروض يكون بالأمس هذا الحديث لأن الحديث الأسبوعي هو بالجموعة لكن أحيانا تصرى ظروف أو تطرأ ظروف فأستسمحكم أنه يؤجل عادة إلى يوم السبت يعني إذا لم يكن يوم الجمعة سيكون مبدئيا يوم السبت إلا إذا كان الظرف الطائر أو الطارق أو الصفر أو يدوم أكثر من من ذلك بعض الإخوان قالوا لي أنه اليوم فيها على ما يبدو بعض المقابلات الأوروبية واللي مهتمين بها بعض الشباب الجزائري طلبوا مني تأجيل أو تأخير طبعا ما نستطيع أن نأخر لأنه اختصار بسيط في حتى البعض اللي كان يريد أن تكون قبل ساعة تسعة بتوقيت الجزائر وفيه آخرين لأيضا بالنسبة إليهم يعني قضية الماتش الناس ممكن تتفرج فيما بعد لما يستطعش أن يشوف اللايب يستطيع أن يشوف الفيديو فيما بعد نحن رح ننزله طبعا على الفيسبوك على الصفحة دائما وأيضا رح ننقله على اليوتيوب صفحة اليوتيوب صفحة اليوتيوب اللي هي تستطيعون أيضا متابعة فيها الصفحة الجديدة اللي أنشأناها باسم محمد زيتوت محمد العربي زيتوت اللي أنشأناها رح نتجدوا فيها إن شاء الله مع الوقت كل الفيديوهات لأنشرها ونحاول حتى الفيديوهات القديمة ربما تعود توضع هناك مرة أخرى نعاود نشكر كل الإخوان اللي رسلوني هذا الثلثيام تقريبا لم أرد إلا حوالي على 10% من الرسائل رغم أنها كانت رسائل عديدة جدا وبالتالي الناس اللي رسائلهم ربما كانت تتضمن بعض الأشياء أو بعض المعلومات أو ممكن يعاود يرسلوها يعني باختصار بسيط ما نقدرش الآن نرجع إلى أكثر من ألف رسالة في هذا الثلثيام الأخيرة واللي ما قدرتش باش نكون أمام الكمبيوتر إلا لوقت قصير جدا لأسباب متعددة إذن إخواني عذر لكم إذا مردتش عليكم وإذا كان هناك شيء مهم أو شيء خطير أو ممكن تعاود تبعث لي الرسالة وإن شاء الله تكون فرصة باش نطلع عليها الآن مواضيع اللي رانين ذكرتها لكم كان مواضيع كثيرة في الحقيقة لكن رانين كثبت أربع مواضيع أساسية زيارة بن سلمان القاتل بن سلمان اللي راه سيزور بها الجزائر في الأيام القادمة كان أيضا تداعيات الهائلة لقضية واللي بدأت تظهر في الحقيقة لقضية أخونا محمد عبد الله اللي انشق على الجماعة لا أقول انشق على الجيش ولا أقول انشق على الدرك وإنما انشق على القيادة الفاسدة اللي تحكم اليوم البلاد القيادة العسكرية وكنا تبعتوه معايا هنا الأسبوع الماضي فيه أيضا بعض التطورات رح نحطكم في الصورة الأمر الثالث اختصارا واشصرا في قضية ما يسمى بشبكة أمير ديزاد كما أطلقوا عليها التسمية تسمية كاربة يعني شبكة أمير ديزاد بعض الصحفي اللي أطلق صراحهم بعض تصريحاتهم بشكل سريع يعني نمر عليها والقضية الرابعة اللي ربما هي القضية السياسية المحورية ستكون حول ما يتوقع في الأسبوع القادمة ما هي السيناريوهات ما هي الاحتمالات ماذا ستقوم هذه الجماعة ماذا سيحدث في قضية الرئاسية إلى آخر بعض السيناريوهات في نظري واللي إن شاء الله ربما نضحها في مقال مكتوب في اليومين وثلاثة القادمة إذا سمح الوقت دعونا نبدأ إذن بزيارة ما يعرف أو يسمى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الجزائر في الأيام القادمة قالوا أنه بدأ زيارة لبلدان عربية بدأها بالإمارات وقالوا أنه سيزور بعد الإمارات مصر ومن مصر على الأرجح إلى البحرين ثم تونس ثم الجزائر الغاري في الأمر أن المغرب ليس موجودة في القائمة المغاربة أخذوا موقف من جماعة السعودية برغم أن السعودية كانت تصرف أموال هائلة في المغرب طبعا أحيانا تصرفها لمسالحها الخاصة وليس للشعر المغربي ولنزواتها ولفسادها وكان يعتقد أن العلاقات ما بين المغرب والسعودية علاقات قوية وناضجة وإلى آخر لكن لما جاءت عملية كرة القدم كأس العالم واختيار البلاد اللي تكون فيها وجدنا السعوديين يختارون أو يكونوا مع الأمريكان بشيوري لك باللي هذا الحكام حتى هم حتى هم حتى لما يبينوا باللي ممكن راهم يتعاونوا راهم أحباب وراهم أصدقاء وراه هذا يزور هذا وهذا يرحي يسافر عند هذا وهذا يرحي يجوز الصيف عند هذا رأي في الحقيقة ما كاش هذه بقى مناظر ومظاهر وراهم عصابات واختلفوا على أي شيء إذن المغرب مش موجود في الزيارة هذه تاعها بن سلمان إذن لماذا يزور بن سلمان؟ ها بن سلمان راح في خرش شديد بن سلمان راح في وضع بائس بن سلمان من كان يتصور قبل سبع سبيع من الآن أو حتى ست سبيع تقريبا سبع سبيع أن بن سلمان الذي كان يعتقد أنه سيكون الحاكم المطلق السعودية والذي سيتصرف فيها كما يتصرف الإنسان بطريقة باشعة في أملاك خاصة أنه يصبح الآن متهم من طرف أكثرية العالم خاصة الصحافة التدعو متهم بعملية قتل وعملية قتل مش بسيطة عملية اغتيال باشعة باشعة يعني الأخبار اللي رأيت خرج الآن واللي تأكدت ما فيهاش نقاش هو أن تم تقطيعه وأن تم تذويبه فلاسيد بعد التقطيع وأنه تم خنقه وعلى الأرجح تم تقطيعه قبل أن يموت خنقوه كان ما زال فيه الروح وكان ما زال يتخبط لدرجة أن لدرجة أن ترامب نعتوه ترامب قال أنه ما قدرش يسمع للشريط لشريط الدقائق الأخيرة لجمال خشخشي هذا ترامب وما هو معروف عنه يعني ما قدرش يسمع لأنه على الأرجح أنه قبل ما يموت قبل ما ينتهي يخنقوه نهائيا بدأوا في تقطيعه معنى بدأوا في تقطيعه وهو ما زال حي واللي ما عنديش فيها شك من اليوم الأول قلتها وكنت مصرع لها وكان البعض يقول لك لا تسرع ترك إلى آخره أن تلك العملية أمر بها بن سلمان وهو الذي أعطى الأوامر مهما يقال مهما يحاول ترامب يدفع عليه مهما تحاول بعض الصحافة المرتزقة يدفع عليه مهما يحاول بعض الظوباب الإلكتروني خاصة في تويتر يدفع عليه بن سلمان هو قاتل خاشقجي واقتيال خاشقجي في الحقيقة ما هو إلا قطرة التي أفاضت الكأس أنت على العالم جرائمه في اليمن هو وبن زايد ليس لها وصف مع ذلك خرج ترامب قبل أربع أيام وفي تناقض مع ما قالته الـ CIA وبعض المؤسسات الكبرى والإعلام الأمريكي لأخير باش يدافع على بن سلمان ويسمعون ويقول يعني قدم أربع تبريرات كلها توصل لو كان فيه دولة في السعودية المفروض أن تأخذ هذا بن سلمان وتعدمه لأنه باختصار بسيط كلها توصل إلى أن بن سلمان خائن خائن لوطنه وهو السعودية لكن هو الحاكم اليوم فيه فهو يعبث فيه كما يشاء وش يقول لترامب من بين ما يقول يقول أن بن سلمان راه وصرف عندنا مئات الملايير من الدولارات وهذه راه يجيبنا مئات الآلاف وصلي لقال مليون وظيفة مليون وظيفة في الولايات المتحدة من الأموال السعودية مليون وقالهم إذن تريدون تدمير تدميرنا بهذا إذا قلنا أو اتهمنا بن سلمان أنه هو القاتل فرح نخسر مصالحنا هناك ورح الصين وروسيا هي لتستفيد خاصة من سبقات العسكرية النقطة الثانية أضافها قال من أن بن سلمان ووجود سعودية ككل نحن هو المخلي أمريكا توجد ويكون عندها قواعد كبرى هناك لأن السعودية هي الكنز السعودية هي الأموال هي البترول هي فوجودنا هناك وبعدين هي اللي نقدروا نسيطروا عليها نسيطروا على العالم الإسلامي على قلب العالم الإسلامي السعودية هي اللي رح تبيع الدين المزيف والمزور على أنه الإسلام الحقيقي ما قالش هذا الكلام لكن هذا هو المفاد نتعو النقطة الثالثة وخيانة علنية قال لهم لو كان يتضرر بن سلمان وتتضرر السعودية تتضرر إسرائيل سيصيب إسرائيل ضرر كبير إذا أنتم تحبون منها إسرائيل هو يخاطب طبعا في أنصاره ويخاطب في المجلس الشيوخ في المجلس الشيوخ مجلس النواب والصحافة اللي هي في العادة يعني موالية الإسرائيل تحبو أنها تتضرر إسرائيل عالنا رئيس أكبر دولة رئيس أكبر إمبراطورية في العالم يقول عالنا على من هو المفروض أنه حاكم أرض الحرامين لأن الوالد نتعون نعرفوه رأوا كيف محل بوتفليقة الفرق بيناتهم أن هذا يمشي بوتفليقة محنط يقول عالنا أن السعودية هي التي تحمي إسرائيل السعودية هي التي تحمي إسرائيل فكيف تقدر أمام المفروض أنه أمام السعودية كيف تحمي إسرائيل يعني تحمي دولة أخرى للمفروض أنتو 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 خائل الحرامين لكن هو يقول خادم الحرامين القدس حرم ثالث للمسلمين والمفروض أنك تدافع على المستضعفين وعلى فلسطين وووو لا بطبيعة الحال يقولها الرئيس الأمريكي صراحة نعود إلى إلى ما جاء بن سلمان عند العصابة أنت أنا وشي حوس السؤال ماذا يريد بن سلمان عندما يجي عند العصابة هذا اللي هو عارف ره يفي حارش شديد وراه يمتقاتل بيناتهم وهو جنيرال يطيح جنيرال ويسجن جنيرال فلاني وبعدين يعودوا يطلقوا ويسجنوا آخرين والرئيس محنط والسعيدي يلعب في البلاد وقايد صالح موش عارف وين ماشي به الأمور في عالم آخر وش يجي يدير عند هذه العصابة بن سلمان الآن شعار باللي مئات الملاير تعد دولارات اللي يصرفها على أمريكا عشرات الملاير دولارات اللي يصرفها على بريطانيا وألمانيا وفرنسا كلها رحت تقريبا ما عدا ترامب داخل الولايات المتحدة لا حتى قريبا يدافع عنه ما عدا ترامب ولن يستمر ترامب لن يستمر ترامب فاجر وتاجر فاجر لما يشوف باللي هذا المصالح ما تمشيش وبن سلمان ساقط ساقط رح يحاول ينسحب منه وإن كان الآن في أقوال من أنه ربما ما أخذ من عنده فلوس ويخشى أنه إذا تركه بن سلمان يفضحه بدأ هذا الكلام بقوة في الإعلام الأمريكي المهم واش يجي دير بن سلمان عند رئيس المحنط اللي ممكن ما يفطنش حتى ما يفطنش باش يشوفوا بالحقيقة جاي بن سلمان باش كاش ما يقول للعالم الخارج يسمى هو معنا هو طبعا المجرم من تاع مصر هو معهم هو من اللي جابوه هو من اللي سلموه مصر هو من اللي خلوه يذبح المصريين وهاه يقتل في المصريين في سيناء بلا حدود ويحاصر في الفلسطينيين عن السيسي يتحدث وبن زايد هو معاه هو الشيطان الأكبر هو اللي رهي تقريبا يعني خطط له وتاع البحرين تابع لا يساوي شي قاتلوا من البلدين اللي جايهم هما تونس والجزائر تونس السبسي لو لا الإمارات والسعودية لما كان رئيس صحيح أن السبسي اختلف فيما بعد مع الإمارات السعودية لأنهم كانوا حابين يقوم في تونس ما قام به السيسي في مصر بمعنى يقوم بقاتل الإسلاميين وسجنهم لكن هو تعاون مع النهضة السبسي السبسي عفريت يأتي من أيام الاستعمار كان خادم عند الاستعمار قبل أن تستقل تونس تخيلوا أنه موجود في الإدارة التونسية من الأربعينات من نهاية الأربعينات قبل استقلال تونس بحوالي ثمان سنين إذن السبسي استفاد منهم ومن دعمهم بعد توقف ما حبش يمشي كثير في قضية لأنه خاف أنه إذا داروا نفس العملية في تونس كما عملتها كما عملوا عسكر مصر فإن تونس تدخل في شبه حرب أهلية يعني وتقوم عليه القيامة وبعدين تونس بلد صغير ثم أنا الفرنسيين والأمريكيين نصحوه قالوا له ما تنضيش في التطرف والتشدد اللي ره يدفع فيك له الإماراتيين والسعوديين طبعا غضبوا منه الإماراتيين والسعوديين وكانوا أعطوه سيارات كشفوهم قالوا أن أعطيناه سيارات إلى آخر لكن مع ذلك بن سلمان يذهب هناك لكي يظهر فقط في الصورة مع السبسي أصبح بن سلمان اللي كان يعتقد روحه أنه هو الحاكم المطلق في البلاد أصبح يحب يجري تصور مع السبسي فيخذ صورة ويقول للأمريكيين يقول للغربيين والصحافة ها ومعنا ومعايا الدول العربية دي كلها معايا وبالنسبة للجزائر نفس الشيء يأخذ الصورة مع أويحيا مانيش عارف ليقدر يقابل المحنق لأنكم تعرفون مرة يفطن مرة ما يفطنش على حساب الأوضاع للأسف الخاوة اليوم يقولوا باللي يقطعونهم في الأنترنت ويقطعونهم في كونيكسيون للأسف هذه هي العصابة اللي راي تحكمنها واش راح يجيكم منهم كل ما يعتقدوا يحسبون كل صيحة عليهم يخافوا مرعوبين من كل كلمة حق نقولها أو يقولها أخواننا الأحرار اللي يقاوموا هذه العصابات كل كلمة حق ترعبهم ترعبهم وإذا كانت حديثهم عدة مرات قلت لهم جيبوا لي أكبر رؤوسكم تعالوا جيبوهم لأي نقاش أو أي حوار أو أي جدال أي سووا ولا شيء لا يسوون شيء إنما يرتكزون على الدبابة عليها نحية دبابة عليها يحيون وبها يحكمون وعليها حتى حينما يموتون يحملون إلى المقابر وراكم تشوفهم أحيانا حينما يديروا جنازة رسمية إذن جاي باش أيضا يقولهم هاي الجزائر معايا بسعام الناس العالم الخارجي وعارف بالجزائر يضعيفها تماما وحكمها في وضع بائس ورئيسها محنط وجنرالاتها متخاصمين واحد يدخل في واحد في الأحباس والأوضاع متدهورة وماذا يأتيكم منها وهو المهم بالنسبة لبن سلمان يقول أنه جاء في الزيارة ولكن ما لم يقوله أباما بن سلمان للعصابة الحاكمة هو أنه تسبب وهذه النقطة الرابعة اللي كنت باش نقولها لكم على ترامب ترامب قال لهم أن البترول شوفوا البترول انتقل من 82 دولار في بداية نوفمبر الآن أراه 54 دولار قبل يومين كان 54 دولار وكتب ترامب تغريدة قال فيها أسعار البترول تنخفض بشرة للشعب الأمريكي أسعار البترول تنخفض لقد كان 82 دولار قبل أسابيع وها هو اليوم 54 دولار نقص 28 دولار وزاد لها نكتة قال رهم يقولوا علي الصحافة باللي راني تسببت في الترافيك جام راني تسببت في الانكمبرومو لأن الأمريكيين رهم يعمروا كثير سياراتهم بعد أن انخفض سعر البترول ماذا سيقول هذه العصابة نحن اللي تعتمد على البترول 99% من مداخل الدولة على البترول كيف ستستقبلون شخص يلعب لكم برزقكم يلعب لكم بالمال اللي راكم سيطرين به اللي راكم جيبوا به شوية ماكلوا شوية لبسة وشوية سكتوا الشعب باش ما يثورش عليكم والجزء كبير تنهبوه ماذا ستقول له تعرفوا كم يا إخوان سعودية تبيع 10 مليون برميل رسميا تبيع 10 مليون برميل برميل يوميا عندما كان عندما كان في 82 دولار في بداية حتى نهاية أكتوبر بداية نوفمبر قبل ما يقول لهم ترامب يعطيهم الأوامر لازم تخفضوا نسعار البترول كانت سعودية في اليوم الواحد يدخلها 820 مليون دولار أي في السنة أكثر من 300 لو بقى على 82 أكثر من 300 مليار دولار الجزائر تبيع مليار ونص مليون ونص برميل يعني يدخلها في اليوم الواحد على سوم 82 يدخلها 123 مليون دولار في السنة حوالي 45 مليون دولار تقل قليلا زيد قليلا يعني الآن مع التخفيض 28 دولار للبرميل الجزائر خسرت مباشرة إذا استمر البترول في حدود 54 أو ربما ينقص حتى متحت 54 خسرت مباشرة 15 مليار دولار سنويا 15 مليار دولار سنويا المليار يا أخواني باش تعرفوه حسابات مليح اللي ما يعرفهاش يساوي بسعر السوق في الجزائر 18 ألف مليار سنتين بمعنى 15 مليار دولار معناها 180 ألف مليار سنتين 180 ألف مليار سنتين مبلغ ضخم وضخم جدا تقريبا لو انقسموا على الأربعين مليون جزائري تقريبا يوصل إلى حوالي 70 مليون سنتين كل جزائري خسر مقيم في الجزائر أو حتى مش في الجزائر خسر نتيجة لأن ابن سلمان يريد أن ينقذ نفسه فراح يهبط في سعار البترول من 82 إلى 54 دولار للبرميل كل جزائري خسر 70 مليون طبعا لو جات الأموال تقسم بإنصاف وكل أسرة فيها 6 خسرت 420 مليون هذا اللي راهم يستقبلوه هذا اللي راهم يستقبلوه الجماعة ويرحين يتصوروا معاه ورحين يدافعوا لي ورحين يقولوا والله وما لازم تدخلوا في الشؤون السعودية الداخلية وإلى آخره ثم كان حاجة أخرى أكل حال هذه حاجة هما مشاركين فيها لكن هما ديرنا في السر بن سلمان ومعاه بن زايد هما اللي راهم يمولوا في الحرب الفرنسية في مالي والنيجر فيما يسمى الساحل دول الساحل يسميهم خمسة زايد خمسة الجماعة الخمسة جروب دي سانك اللي مول في الحرب ضد شعوب مستضعفة طبعا هما يقولوا يقولوا ضد الإرهاب لكن بالحقيقة فرنسا تريد أن تبقى مسيطرة على النيجر وعلى مالي لأن هناك أموال ضخمة النيجر فيها اليورانيوم ويكتشف فيها الآن أشياء أخرى بما فيها الذهب وبكمية هائلة مالي فيها الذهب بكمية هائلة ناهيك عن الوجود انتاحها العسكري مما يعطيها نفوذ أكبر بمعنى أن السعودية والإمارات تقوم بتمويل الاستعمار الفرنسي مع الأمريكيين بطبيعة الحال والجزار تفتح الأجواء وتفتح الحدود وتقدم لهم اللوجيستيك البترول اللي يحتاجوه الكروزين اللي يحتاجوه المازوت اللي يحتاجوه الليسونس اللي يحتاجوه الجزار تقدمها والسعودية والإمارات تتمول الحرب وتمول الاستعمار الفرنسي في أفريقيا هذا هو اللي راح يزور الجماعة وهذا هو أنا أخترح على أخواني في الجزيرة أنا عارف أننا راكم تحت القبضة أنت على المجرمين ورا هناك قهر وهناك لكن شوف شيئا بسيطة تقدر الناس تديرها تقدر الناس تكتب في الجدران في الحيوط لا نريد القاتل بن سلمان بن سلمان القاتل يدنس أرض الشهداء شعارات مثل هذا بن سلمان أرحل لا تأتي لنا مجرم يزور مجرمين أشياء مثل هذه تكتبوها في الجدران تكتبوها في بعض الأماكن تكتبوها في أوراق وتوزعوها كما نشير على الأقل هذه أبسط الأشياء اللي يمكن الإنسان يقوم بها أبسط الأشياء اكتب في ورقة بن سلمان مجرم لا تزور أرض الشهداء وأطبع منها ألف ورميها حتى في الليل يعني وأعلقها في الجدران باش العصابة هذه تعرف وش راه تتصرف راه لا يمثلنا وأنا زيارة بن سلمان في هذه الظروف خاصة والعالم أجمع يشوفه كقاتل راهي راه عار آخر على هؤلاء الحكم نعم بنسبة للإخوان اللي ما يقدروش يشوفوا اللايف راههم بالعاني يحاولوا يخفضوا الانترنت باش ما يكبرش العدد باش ما ينتشرش العدد لكن شوف يا إما تقدروا تشوفوا مرات مجموعات أنا كثير اللي قالوا لي راههم يشوفوا في اللايف مجموعات يعني يكونوا خمسة ستة يشوفوا في غرفة مع بعض أصدقاء أحيانا أسرة يشوفوا مع بعض هذا مليح الأمر الآخر لما يقدرش يشوف اللايف الآن يقدر يشوف يقدر يدخل شوية لما يقدرش يشوف يقدر يشوفوا لما نوضعوه إن شاء الله في اليوتيوب ونوضعوه في الأشياء في انتظار وسيتغير الحال الآن نقطة الثانية أخواني تبعتم معي هنا الأسبوع الماضي السبت الماضي الحوار اللي كنت أجريته مع أخونا محمد عبد الله وبالمناسبة محمد عبد الله هذا اسمه الحقيقي بل لك واحد يقول لي هذا مش اسمه والله هذا اسمه الحقيقي محمد عبد الله محمد عبد الله الرقيب الأول كان رقيب وطلع رقيب أول قبل السابيع وترك منصبه الآن فيه تداعيات وقبل ما نتكلم عن تداعيات في بعض تداعيات خطيرة في بعض تداعيات خطيرة وخطيرة حقيقة لأن الجماعة هذه صح لما شفت تصرفاتهم عارف أنهم لم يعودوا يفهموا شيء في إدارة البلاد قبل ما نقول هذه التداعيات رح نقول الجماعة الحاكمة هناك رحكم قمتم باعتقال بعض أفراد أسرة محمد عبد الله وبتخويفهم وبذهابوا يعني أقرأ لكم بالضبط يعني تعرضت عائلة التفتيش الدقيق مع حجز الدفتر العائلي الخاص هذا محمد عبد الله يقول في رسالة أبعى ثانية ببطاقة التعريف الوطنية وألبوم الصور الخاص بي ووثاق أخرى تعرضت عائلتي للتفتيش مرتين من طرف مباحث بسا والجزار جاءتهم فرقة خاصة من الجزار وأيضا مباحث بسا يعني مخابرات الدرك بتاعة بسا أو ولا جوندارمي للا جوندارمي لكن معارفين باللي الشرطة عندها ما يسمى بشرطة الشرطة لابوليس دلا بوليس والدرك عندها درك الدرك أي بوليس الدرك لكن هما جوندارم والجيش طبعا عنده مخابرات الجيش إلى آخرين طبعا درك أيضا يتعرض إلى مخابرات الجيش أيضا تحكم فيها المهم تعرضت عائلة التفتيش مرتين من طرف مباحث بسا والجزار وفرقة يغمورسن بوهران وتم تفتيش منزل جار حتى الجار مسلكس تم اعتقال ابن خالتي غسول آمين وتم تهديده بالسجن ومساومته بزوجته وابنه وذنبه أنه قام بتوصيله للميناء ابن خالتي هذا وصله للميناء شافوا كاميرات الميناء شكون وصلك شكون لآخر لقواه هو رح وعتقله تم مداهمة أنزاء منزل أصهاري وتفتيش المنزل واعتقال ابن عم زوجتي عبدالله قليفت وتقديمه لمحاكمة البوليدة وحكمه عليه بشهرين نافذة ومنش عارف لماذا القاضي تسرع يعني كيف يحكم عليه وحده قاضي هكذا بروكيرو دلاري في بليك يقول له عندك شهرين سورسي المفروض أن تكون فيه محاكمة ويكون فيه قاضي ويكون فيه مدة محامي إلى آخره الوحدة التي أعمل بها أعمل بها ما زالت تحت الحصار من طرف رجال المباحث ولا زال أفرادها يخضعون التحقيق إلى اليوم تم منع الرخص نحو الخارج هذا موضوع آخر سأتكلم عليه والدتي خرجت مؤخرا من جلطة دماغية صرت لها في أفريل الماضي وقد تم إرعاب الوالد والإخوة قبل أن أكمل هذا الكلام علي أن أقول أيضا حتى أكون منصف أن بالرغم من كل هذا الخلايع اللي دروها من رغم من كل هذا التهجم على البيوت البيت انتع البيت انتع نسابه البيت انتع والديه اعتقال بن خالته اعتقال بن عمد زوجته دخول إلى دار جارته أقول حتى نكون منصفين أن الناس اللي قاموا بهذه الأشياء بقاوا في إطار أقول مهني يعني ما كانش ما عندهمش هذه المبالغات ما قاموش بالضرب مثلا ما عدا بن خالته هذا بن عمد زوجته هذا اللي اعتقلوه وعنفوه وسبوه ما عدا هذا في الحالات الأخرى الأفواج اللي رحت للبيوت هذه إلى آخره تصرفت بنوع من المهنية ما كانوش يسبوه ويطيحو إلى آخره لكن في حالتين بن عمد زوجته وبن خالته وتعرضوا للتهديد والتخويف إذن هنا نقوله حتى لما تكون أشياء صحيحة وننصف مع الناس وأنا أنصح إخواني في الدارك في الشرطة إذا كان لازم تقوموا بهذا العمل المخزي اللي راكم تقوموا به فعلى الأقل ما تتجاوزوش الحدود يبقوا في إطار ما يسمح به القانون لأن القانون ما يقولك تتجاوز على اللي تعتقله ولا تضربه ولا تسبه ولا تيحله القانون لا يمنع ذلك أنا عارف وكل القوانين تمنع ذلك إذن هذا باش نكونوا أيضا منصفين معهم لكن شوف حبيد نقول حاجة اللي بالقصير والقايد الصالح يعني القايد الصالح هو اللي راها بطبيعة الحال يصدر في هذه القرارات شوف بالنسبة كل هذا الشيء اللي فعلته بالنسبة لمحمد عبد الله ومن بعد يطلع شارع الفيديو رح يقول لكم رح يقول لكم باللي باختصار بسيط لو كانت قطعوا أسرته تقطيع كما بن سلمان هذا اللي رح يزوركم وتذوبهم بلاصيد كما ذوب بن سلمان خاشخجي رحمه الله مش رح يتأثر مش رح يتأثر نهائيا هو تخذ قراره وتخذ قرار بضمير وهذا الموضوع مش جديد يعني هو شخصيا قاعد معي أكثر من سنتين في اتصال لعلي قلت لكلم هذا المرة الماضية وكان حتى باش يدير أكثر من ذلك كان باش يأخذ كليكوبتر ويروح بيها رح بيها الإيطاليا ويروح بيها الإسبانيا أو يروح بيها المالطة لكن في آخر المطاف الحمد لله استمع لنصيحتي وما قامش بذلك لكن ها هو خرج باش يعبر عن غضبه عن انكاره عن انزعاجه بالقيادة المجرمة اللي رح يتخرف البلاد بما فيها الجيش وهو رجل صلب وشجاع وصامد صراحة لو كان ملقيتوش هكذاك لو كان أصريت عليها أنه ما يخرج لأنه في نهاية المطاف كان يريد رأيه لما أصر قتله خلاص تفضل لكن لو كان ما كنتش عارب اللي إنسان صلب وصنديد ونقول له بقواراك لأن الخروج بره وأوروبا مش سهلة لازم يكون الإنسان قادر على مواجهة ظروف صعبة يعني وحيانا تمر بالإنسان ظروف صعبة عموما الرجل ثابت إلى آخر فهو أنتم تضغطوا على أسرته تعتقلوا بن خالته تضربوا بن عمته أو بن سيبه أو كذا مش رح يتأثر يعني لكن انتم فضايحكم رح تزيد تسكت على أي رجل في حل أو حتى مرأة فحلة تخرج وتنكر على هذا النظام بصدق وبحق وبالأدلة وبوجه هكذا معلن تنكر عليه وش رح يدير في البلاد فأنا سأدافع عنهم إلى آخر رمق بالنسبة إلي كل إنسان يقاوم هذه العصابة هو كأنه ابني إذا كان أصغر مني أو خويا إذا كان في سني أو والدي إذا كان أكبر مني ونفس الشيء بالنسبة للنساء يا إما بنتي يا إما أختي يا إما أمي كل واحد لأن هذا وطن ويجب أن لا يغرق ويجب أن لا ينهار ويجب أن لا يعبث به العابثون صحيح أن الانهيار مس حدد كبير من الناس وصار كثيرة ناس ليمات من ليمات الهمات الفساد العهر الأخلاق اللي اتدمرت هذا صحيح لكن ما زال هناك أمل وأمل كبير جدا أنا نسترجع هذه البلاد إذن هذا لكم أنتم ولي أيضا لإخواني المقاومين وعددهم لبس به حتى اللي رمي التصلوا بي عددهم لبس به ونقول لكم من كافة الأماكن ليس فقط داخل الجيش داخل الجيش برتب صغيرة وكبيرة داخل الدرك برتب صغيرة وكبيرة داخل الشرطة داخل القضاء داخل الإدارة الحمد لله الناس تثق فيما نقول وشافوا أنه هذا المعركة أنا فقط إذا تكلمت على نفسي عمرها 23 سنة معاكم أكثر من 23 سنة لم نتحرك فيها قيدة ملاء في اتجاه خاطئ كنفس الخطاب نفس المنطق ومن يريد أن يتأكد من ذلك يرجع إلى ما كتبت أو حواراتي أو ابتداء من 95 ابتداء من 95 نحن لا نتغير نحن من المعادن التي لا تتغير مهما كانت الضغوطات مهما كانت ترغيب مهما كانت ترهيب مهما كانت التخويف مهما كان نحن لا نتغير نحن ننتصر أو نموت ما فيش حل آخر معنا الحل الوحيد اللي تلقوه معنا هو أنكم تصلحوا في البلاد تسمحوا للشعب الجزائري يحكم نفسه بنفسه تكفوا عن السرقة تكفوا عن النهب تكفوا عن الحجرة إذن قلت هذا بين قوسين والله يا إخواني والله مدامة فيها روح تطلع وتهبط رغم التعب ورغم الإرهاق ورغم أحيان الأمراض ورغم لن نتردد ولن نتوقف حتى تخرج هذه الروح إلى بارئة سندافع دائما على وطننا وعلى المظلومين أينما كانوا حتى خارج وطننا سندافع عن المظلومين وعلى هذا الوطن حتى نسترجعه كما استرجعوا الأحرار كما استرجعوا الشهداء كما استرجعه أبناء الجزائر الحقيقي سنستمر وتأكدوا يا إخواني والله ما هو إلا جسدي في هذه البلاد رأوا كل شيء عقلي تفكيري علاقاتي اتصالاتي كلها تتم هناك في أرض الوطن إذن قلت مكلة يعني أي ضغوطات مش رحة تدي أي خدمة وإنما تفضحكم أمام العالم فأنصحكم وأنا لكم صادق في نصحي أنا دائما حينما أنصحكم تأكدوا أني صادق فيما أنصحكم به لأن في نهاية المطاف أنا أريدكم أن تتراجعوا عن الخطأ لا أريد أن أثبت عليكم الخطأ أنا حينما تتراجعوا عن الخطأ أفضل لي من تثبيت الخطأ عليكم لأننا لا نحن لا نمضي ولا نمشي بعقلية الانتقام الآن بالنسبة قبل ما نكمل هذا الموضوع ونجيل الموضوع والتدعيات الخطيرة أنتعوا هنا فيه تدعيات خطيرة البعض كتب تعليقات أو رسلني أو رسل أخ محمد عبد الله ومن بين الأشياء اللي قال هالو هي يا أخويا وش بيك لبس عليك تدي فيه 6 ملايين الدار خالصة الكرة خالص التري سيتي خالصة الماء خالص القاز خالص وعندك دي بريم وعندك هذه وش ما تديك لبس عليك أنت وش ما تديك تدير في هذا واستغربت أنا كوني يقولها هذا إنسان عادي مش فاهم نقدر نتفهمها لأنه كان بزاف بالنسبة لهم الحياة هي كون وشرب ويكون عندك دار وممكن تكون عندك سيارة وممكن تكون عندك زوجة وتكون عندك هذه هي الحياة يعني في نهاية المطعف كان بزاف اللي تفكيرهم في هذه الحياة هو تفكير حيواني الحيوان وش يدير يأكل يشرب إذا كان يجيب البن صاحب الحيوان ينحي منه البن إذا ما يجيبش البن إذا كان بغل أو حمار حشاكم أو يخدم عليه إذا كان حصاني يجري عليه إذا كان يدير عمل ويتزاوج هذا الحيوان الحيوانات أيضا تتزاوج وتجيب تجيب تخلف الحيوانات أيضا فكاين لنظريته في الحياة هذه هي نظرة حيوانية ومعرف هاش كنت قلها لو يزاف كنت قل له انترك تشوف الحياة مثل ما يشوف له الحيوان ماكله وشراب وجنس ونوم ومرة عمل يقول لك كيف تقول لي هكذا ما هي هذه الحقيقة هذه الحقيقة إذن يا أخوان بالنسبة لي يقول ليشوف هذا النظرة ويستغرب من ما فعله محمد عبد الله نقول له مفهوم هذا مفهوم هو يشوف الحياة مادة أكل وشرب ونوم وجنس ومتال موضوع لكن اللي استغربت فيها هو بعض الناس لا هما في الحقيقة ناشطين وعندهم بعض الأفكار وعندهم بعض الأشياء إلى آخر ويقول لك الله كله بس عليه على خرج طيب ما هو خلونا نعطيكم مثال بسيط مصطفى بن بولعيد كله بس عليه على خرج تعرفوا لي مصطفى بن بولعيد كان يعتبر غني بالمقاييس نتع تلك الفترة كانت عنده كار يعني باس وكان يقوله اثنين وكان وكانت عنده تجارة ومحلات كان لبس عليه مصطفى بن بولعيد يعني كان غني بالنسبة للجزائرين اللي كانوا مسحوقين كان هو يعتبر غني لكن لماذا مصطفى بن بولعيد ضحى بذلك راهوا ما تنساهش راهوا ما أنا ذاك كان كثير من الجزائريين لما بدأت الثورة كثير من الجزائريين قالوا للمجاهدين الأوائل قالوا انتم مجانين ما قالوا انتم فلاقة وما قالوا انتم إرهابيين وما قالوا انتم دمنا الفتنة وما قالوا انتم تخرجوا لفرنسا وقالوا لهم كلاهن كثير وروحوا اقرأوا بعض الكتابات وبعض الشهادات ومتع الكبار المجاهدين الأوائي وما قالوا انتم دخلتونا فيمعركة فيمطحنة مع فرنسا وننقدرش نغلبه فرنسا كل هذا الكلام قالوا لهم إذن مصطفى بن بولعيد يا إخوان أنا ذاك كان غني كان حتى بمقاييس الآن تا محمد عبد الله أفضل منه بكثير يبقى محمد عبد الله موظف عند الدرك لكن تخلى على كل شيء وراح يجاهد راح يقاوم راح يناضل باش يحرر البلاد المجاهدين الأوائل كانوا يعرفوا بالأغلبية منهم راح يموتوا ومع ذلك مع ذلك راحوا وتقدموا وواجهوا لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ لأنهم تفكيرهم هم موش تفكير حيواني تفكيرهم هم يبدأ تفكير الكرامة وش ندير بالمال إذا الكرامة نتاعي مش محفوظة؟ وش ندير بالمال إذا الشرف نتاعي مش محفوظ ما قدش حتى نمشي أنا وزوجتي في الطريق يقدر أي واحد يجي يحقرني من جماعة السلطة نقدر نكون أنا دركي أو شرطي في الطريق ويهبط لي بن جنرال أو بن وزير ويضربني بكف وش ندير بها؟ ثم وش ندير بالمال و بالمنصب و بالوظيفة إذا كان الوطن محتل تحتلوا عصابة خرباته دمراته وراوا أمام عينيكم وكلا أنا أعطيكم الأمثلة وش ندير؟ وش ندير؟ يا إخوان كين كثيرين ما يشوفوش للدنيا على أنها كول و يشرب و يخدم و تزوج و يجيب دار و يجيب أولاد و النظرة الحيوانية هذه اللي ذكرتها لكم كان كثير من الناس اللي يشوفوها مبادئ أخلاق قيم وهو مستعد أن يموت و يضحي كي كان المجاهد الجزائري يدير قنابل هكذا و يدخل في مجموعة انتع عسكر فرنسا كان يعرف روح أنه يموت لماذا يموت؟ لماذا يموت؟ ها يموت قال لك باش نحرروا الوطن باش اللي ورانا يعيشوا أحرار يعيشوا مستقلين يعيشوا بكرمتهم ها هو لماذا تموت الناس الآن لماذا في فلسطين الناس تموت؟ أو في المكان الفلاني أو في المكان الفلاني أو في المكان الفلاني أذكر على الأماكن لأنهم يموتوا لأنهم يريدون الكرامة كي الناس حتى ما يمنوش بربي ما يمنوش بالجنة والآخرة يعني احنا المسلم يزيد يامن عنده الجنة وعنده الاستشهاد وعنده وش يعطيها ربي إلى آخره لكن كي الناس ما ما عندهمش يعني ما يمنوش يعني الياباني اللي كان الكاميكاز يأخذ طيار التاع ويدخل في الجيش الأمريكي الحرب العالمية الثانية لماذا كان يفعل ذلك؟ كارنت الوطن القيا الأخلاق دفاع عن وطن دفاع عن شعب فما بالك إذا كنت مؤمن وتعلم ما أعد للشهداء في عند الله شيء لا يتصور هذا يخطر ببال الإنسان وهم أحياء وليس أموات إذن هذه هي الأشياء اللي لازم الناس مرة تفكر فيها وتخرج من التفكير والمنطق الحيواني ما تتبعوش راح كان كثير ذوباب الإلكتروني وكان كثير الناس اللي الناس اللي بالنسبة ليهم يجو باش يسبوا باش يطيح لك المعنويات باش يقول لك آه هنت اللي تغير آه هنت اللي تعمل نعم وهل التغيير يقوموا به إلا أفراد صغار؟ كل التغيير في العالم قامت به مجموعة صغار يبدأ بمجموعة صغيرة ويكبر كلها سواء كان عند المسلمين أو عغير المسلمين يعني الثورة اللي داروها كم كانوا تسعة ثلاثة في الخارج وستة في الداخل ومن بعد ولوا اثنين وعشرين ومن بعد النهار اللي بدأوا بدأوا ألف أو ألف ومئةين أو ألف ومئة على حساب الإحصائيات هذو اللي بدأوا ألف ومئة بالسلاح البسيط وبالسكين هم اللي خرجوا فرنسا احنا اليوم ما نقوله السلاح لأن مادام المحتل من الوطن ولونه لونك وشكله شكلك وأسمه أسمك فإن أفضل مقاومة هي المقاومة اللاعنفية واللي قام به محمد عبد الله هو من أبرز وأعظم وأفضل المقاومات السلمية واللاعنفية وهو تترك العمل عند القيادة المجرمة عندما أصبحت مجرمة في حق الشعب والوطن تتركها لا تعمل عندها ومش فقط تتركها لأن يعرف كثير تركوا لكن تترك وتخرج لتصيح بأعلى صوتك أنكم تذهبون بالوطن إلى كارثة فتوقفوا فإن يستمعوا لنا فالله يبارك فإن لم يستمعوا فسنستمر حتى نطيح بهذه القيادات المجرمة من بين تدعيات إخواني دعونا نشرب شوية مع واحد رأي يقول له وصفت أمير بعليلا بوينت شو ما أنا ما وصفش أمير بعليلا بوينت قلت أحكيت لكم قصة عليلا بوينت كيفاش جاء للثورة أنه جاء من عالم المافيا وأصبح مجاهد كبير هذه حقيقة تاريخية وكون أمير يجي من عالم خلينا نقوله من عالم الفساد ويصبح هو يحارب الفساد ويتوقف هو عن الفساد ويصبح هو يحاربه هو الفساد كان يديره على مستوى الشخصي يتوقف عليه ويصبح هو يحارب الفساد وأقل شيء يفضحهم لك بالأدلة ويش تزيد أكثر ويش تزيد أكثر هو هو يقول لك شوف أنا ما تصدقني ما تكذبني أنا نجيب لك الأدلة ونحطهم قدامك هل هذه الأدلة يقدروا ينكروها ولا لا لما وش عاجبوا لعمل تعامير يشوف الأدلة خلينا من الإجابة انساه هذا الأدلة هذا المعلومات هذا الصوة هذا الملفات صحيحة أم لا هذا السؤال فقط إذا كانت صحيحة فأنت أنسى اللي رأي متحدث لأن فساد عليه ونفعه لك وللأمة وللدولة وللوطن وفساد عليه إذا كان فاسدا مع ذلك أمير تغير وتغير جدا وهو يتغير أكثر فأكثر وسترون في المستقبل أكثر فأكثر بإذن الله لأنه يحمل قضية حقيقية وأصبح يؤمن بها إيمان مطلق كان يعرفها كان يفهمها بسحة كان كان ربما يخص بعض التعديلات هو يديرها فدارها وراه يمضي بإذن الله في الاتجاه الصحيح إخواني من بين تدعيات هذا البرقية رقم لعله شفتها راه نشرها أخونا أمير قبل قليل راه موجود على موقعه لما شافهاش والبرقية باختصار تقول نقرأ لكم البرقية برقية رقم كذا 2018 وأرقام كثيرة صادرة في 19 نوفمبر 2018 يعني عندها صادرة عندها خمسة أيام يعني بعد يومين من خروج محمد عبد الله على هذه الصفحة على هذا الموقع و انشقاقه على القيادة المجرمة هو راه يقول ما زال جيش وعسكري ودركي ويحب الجيش واليوم فقط كان يقول لي يقول لي والله أمالي الكبير أني نرجع البلادي وقد تحررت وأنه لأني نحب الجيش قتل ستكون بإذن الله المهم النص فورا استلامكم للبرقية وهذه برقية صادرة من سلطة عليا في الدرك وتنفيذ لتعليمات السيد العميد قائد الدرك الوطني قيف يشرفني أن أعلم سيادتكم قيف تدون في أولا تعلق العطلة السنوية الممنوحة لفائدة العسكريين لجميع الرتب كل الرتب من جنرال في الدرك إلى جندي تعلق الرطبة السنوية تعلق العطلة السنوية ومكانش كونجي كونجي يعني المكانش على أن تمنح إجازات قصيرة بدل الشهر أو ربعين يوم أو اللي يخذوها أو شهرين أو شهر ونص حسب الأماكن يعطوهم إجازات قصيرة تقع سبع أيام تقع خمس أيام تقع عشر أيام تدون فيها عبارة تقضى داخل تراب الوطني يعني العطلة السنوية يدون فيها ما يخرج للخارج العطلة تقضى داخل تراب الوطني كيف استرجاع جميع الرخص الخروج التي استفاد منها العسكريين ولم يتم استخدامها لمغادرة تراب الوطني اللي أعطوهم تصريح من قبل باش يخرج للخارج كي يدين كونجين تاعوا قالوا جيبوهم اللي ما استعملهاش اللي ما زال ما خرش الغوها تلغى إلا رأى عندك عطلة وكنت باش تخرج غدوة أو بعد غدوة أو رأى منعت من يوم 19 نوفم ويضيف صاحب البرقية وهو على الأرجح قائد أركان الدرك الوطني يضيف ليس قائد درك الوطني قائد الأركان من أجل الضمان أمل دليل الرموز المستعمل يجب على المرسل أن لا يحتفظ بأي نسخة من هذه البرقية التي يجب أن تكتب باليد وتحرر بأسلوب تلغرافي لا يجوز إطلاقا تطرق هاتفيا أو شفاويا أو بأي وسيلة أخرى لمحتوى هذه البرقية هذه البرقية تسمى عندهم بوب سكري بوب سكري سر مطلق سر كامل لكن الحمد لله وصلتنا لأن البلاد فيها كثير من الأحرار في كافة المستويات واستطيعنا قل لك يا قايد صالح ويا جنرالات قايد صالح سواء كنتم في الدرك أو في الجيش أو حتى في الشرطة من كبار رتب لدينا والحمد لله عناصر مؤمنة بهذا الوطن ومقاومة وحرة وشريفة في كافة الأجهزة وتصلنا منها معلومات من كافة الأجهزة لكن نحن في الغالب لا نتكلم عن هذه المعلومات ولا نتكلم عنها إلا في حالات الضرورة مثل هذه وعندما نعود متأكدين أنه لا يكشف المصدر حفاظنا على مصادرنا مهمة ومهمة جدا هذه باش نأكد أيضا لإخواني لرامة وصله معي إذن من بين تدعيات الآن في تدعيات أخرى ربما نحكي لكم عليها إلى كفالي الوقت اليوم أو مرة أخرى من بين تدعيات أنهم يمنعوا اليوم ربما هذا الموضوع يخص أيضا الجيش هذه البرقية تتعلق بالدرك لكن أنا متأكد أنها تعود خرجة أيضا فيما يتعلق بالجيش من بين تدعيات تعوش قال محمد عبد الله أنهم يمنعوا على كافة العسكريين مختلف الرتب من جندي إلى جنرال أن يأخذ عطلة سنوية الآن يأخذ فقط أيام العمر الثاني والأخطر يمنعهم الخروج يعني واحد كان مع أول يروح يعتمر واحد كان مع أول ممكن يروح يخرج مع أمو ويعالجها واحد كان يخرج مع زوج يحوس واحد مع أول يدي خاته ولا أولاده ممنوع الخارج ممنوع الخارج على العسكريين هذا رعب هذا رعب هذا يا قاية صالح رعب قاية صالح الجيوش لا تدار بهذه الطريقة خلينا ننصحكم مرة أخرى بدل ما أن كنت تصدر هذا القرار لو كنت أنا في مكانك تعرف ما كنت نعمل كنت نجمع القيادة نتاعي كاملة الجنرالات اللي معايا كاملين ونقول لهم لماذا خارج محمد عبد الله ماذا قال وماذا صرح هل الكلام اللي قاله صحيح مش صحيح هل فيه مبالغات هل الكلام حقرة الجنود والكبرانات وحرس الحدود والتهريب والأشياء اللي تكلم عليها صحيحة ولا مش صحيحة هل هذه الأشياء صحيحة ولا مش صحيحة كالمفروض تقول هذا كالمفروض تدير حالة طوارع لتبحث في الخلل إذا كنت لا تعرف ما هو الخلل داخل الجيش ما الذي يدفع شخص سالك مليح ساكن مليح راقد مليح عنده تري سيتي خالص الغاز خالص كل شي لبس عليه وفي مختبل عمر نتاع 30 سنة يغامر ويترك المنصب وياخذ زوجته وياخذ ابنه وياخذ ويترك أهله ويترك وطنه ما الذي يجعل ذلك كان المفروض تجاوبوا على هذا السؤال كان المفروض تجاوبوا على هذا السؤال ثم عندما تصدروا هذا القرار وفي قرارات أخرى بما فيها منع 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 على العسكرية وفيه كلام فيه كلام أنه اللي يلقوا عنده بورطابل قالوا قال بعض العبارات انتيموه يعني اندخلوه للمحكمة العسكرية تريبينال ميليتير كلمة انتيموه هذه عبارة تستخدم في العسكر انتيموه اللي يلقوا عنده بورطابل تعرفوا بالليل بورطابل هذا رمحل لكم مشاكل كبيرة داخل الجيش هناك هناك غضب شديد داخل الجيش هناك حجرة كبيرة هناك أكل لأرزاق العسكريين هناك حجرة للعسكريين هناك شي 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 طبيع رح يحدثكم عليه محمد عبد الله وربما آخرين ان شاء الله سيلتحقون عن قريب حدثوكم عليه من الداخل وراح نزيد لكم أنا بعض أشياء أخرى لو كنت مكانك يا قايد صالح لأمرت المخابرات العسكرية مخابرات الجيش مخابرات الدرك القيادة العليا أن من اليوم الأول كلهم يدروا تقارير أوضاعكم داخل نواحيكم داخل مراكزكم داخل ثكناتكم هل العسكري رح يأكل الماكلة كما يجب أم أنها رح تنهب هل العسكري رح يضرب ويتسب ويتشتم بأقبح الألفاظ بما فيها سب والديه وسب الدين عليه أم أنه محترم هل العسكري رقم تعطوله اللباس انتاعه كما يقول القانون أم أن هذا اللباس رح ينهب هل العسكري رح يأخذ لها بيرميسيون اللي يسمح له بها القانون أم أنه لازم يدفع فلوس عليها باش يدين بيرميسيون هل العسكري وكن يقول العسكري فيها الشرطي وفيها الدرك وفيها كل هؤلاء رح يتعرض للضرب من أولاد الكبار المسؤولين خاصة إذا كان يدير في عمله في الطرقات وفي الشوارع أم أنه محترم هل هناك كرامة كان المفروض يجاوب على هذه الأسئلة يا قايد صالح يا قايد صالح ميزانية الدولة رح يروح منها أكثر من 25% للجيش لماذا يجوع العسكري لماذا يتظاهر العسكري المتقاعد أو المتعاقد أو لماذا لماذا لا يجد العسكري العام اللي يعطوله كومبا في الخمس سنين أحيانا وصباط في الخمس سنين أحيانا لماذا يا قايد صالح أموال البلاد رح يأخذوا فيها وهذه الأموال هائلة رحي رح يأخذوا في دمار هائل العسكري الذي يجوع والذي لا يجد لباس والذي يبرد والذي الكازيرنا يباد في غرف يطح عليه المطر ويطح عليه راه لن يخدم البلاد ولن يدافع عنها العسكري اللي ما عندوش عقيدة دفاعية ره لن يدافع عن الوطن انظروا الأمثلة عشرات الأمثلة أمامكم وأحيانا جيوش بأكملها تنهار القذافي لم يستطع أن يطيح هليكوبتر واحد للغربيين في 2011 لم يقتل جندي غربي واحد أو يأسره لأن الجيش الليبي كان منهار كان الفساد فيه كيما رأى الفساد عندكم وما تختروش بإحصائيات دولية وأنتم الجيش كذا ورقم كذا كلام فارغ راه نعرف الحقيقة من الداخل الأوهام هذه اللي تبيعوا فيها وتنشرها صحافتكم بالكذب راه يتذكرنا في صحافة أخرى راهوا الاتحاد السوفيتي كان يقول باللي يستطيع يدمر العالم آلاف المرات وفعلا كان يستطيع سلح النووي اللي عنده لكن النهار كالكارتون النهار في أفغانستان في حرب مع مع حوفات عورات سقطوا إمبراطورية تسمى إمبراطورية الاتحاد السوفيتي كان يهيما على نصف العالم ما نفعل ما نفعل النوكليير إذا لازم الأمر سوف يتكلمون بوجهم مكشوفة إذا لازم الأمر أنصحكم والله من كل قلبي أن تحسن شروط العبودية جيشنا جيشنا اليوم جيشنا شرطتنا دركنا تقريبا رغم عبيد عندكم فعلى الأقل حسن شروط العبودية قبل أن ينتفذوا عليكم هذه نصيحتي إليكم ومش راح نزيد نطور في الموضوع هذا إن شاء الله راني طول شوية يمكن نقطة الرابعة اللي كنت حابة نحدثكم عليها هي قضية السيناريو هات هل ترغبون أن نستمر فيها الآن ولو باختصار ولا نخلوها للمرة القادمة لأنني أعتقد ربما فاتت ساعة الآن أو اختربت ساعة وأنا مكتش حابة أن نطول كثير ماذا ترون طيب خلوني نرجع لكم للموضوع موضوع السيناريو هات الخمس راح نعطي لكم عنوين وإن شاء الله للمرة القادمة راح نفصل فيه في هذه العنوين إذا استطعت في مقال وإذا لم أستطع فعلى أقل في تدخل لايف يعني في الأيام القادمة أو في الأسبوع القادمة شو إخواني أنا من بين الأشياء اللي أنا نشوفها أننا مقدمين على خمس احتمالات خمس سيناريو هات كما يسمونه في السياسة خمس حالات ممكنة الحالة الأولى أو السيناريو الأول هو أن الجماعة تستمر في غيها تستمر في تصرفاتها في سلوكها في كوارثها وتمضي إلى الانتخابات القادمة بالرئيس المحنط ويدلوا عهدى خامسة هل هذا ممكن؟ أنا قناعتي إنهم لن يستطيعوا لكن نعم هذا واحد من الاحتمالات هذا واحد من السيناريوهات أو الاحتمالات الممكن هذا واحتمال الأول يقومون بعادة يديروا كما داروا في العهدى الرابعة يجبوا صور هنا صور لهيه والرجل راهوا على محنط تماما ويقول لك انتخابات ومبعد تجيهم ويقول لك نجح وراحوا 70% ولا 75% انتخبوا وجاب 90% من الأصوات وهكذا مهزلة وراء مهزلة كذب وراء كذب مسخير يعني هذا ممكن الاحتمال الثاني أو السيناريو الثاني الجماعة تعرف بأن ابو تفليقة مش راح يكمل العهدى إذا دخلها العهدى الخامسة يقومون ببعض تغييرات ربما حتى تغيير في الدستور تعديل سريح على الدستور ربما يديروا له نائب رئيس ربما يديروا كذا أو في الانتخابات لما يجوا الانتخابات يقولوا والله يبود فليقة مش رايح يحاولوا يضغطوا للسعيد يجيبوه برة كي يتصالحوا اللي معاه يجيبوا السعيد برة ويجيبوه شخص أو بموافقته هذه الكلام رح نشرحوه فيما بعد ويجيبوه شخص من بين الأشخاص اللي عندهم عندهم مثلا طيب بالعيز عندهم طيب العيز عندهم طيب لوح عندهم 1-4 أو 5 ساراهم في القائمة بمعنى أنهم يعيدون إنتاج النظام نفس النظام القائم ولكن بدون بوتفليقة بوتفليقة ينحيوه خلاص انتهى دوره مريكان وفرنسا موفقتش عليه وانتهى دوره فيغيروه هذا السيناريو الثاني السيناريو الثالث المادة 102 واش معنى المادة 102 الجماعة سوى بقيادة قيد صالح او بقيادة جنرالات اخرين يقولوا البلاد راي رايح الكارثة وبوتفليقة اصبح خطر على البلاد وخطر على النظام وبالتالي يطيحون به بانقلاب صحي كو ديطاء صانيتاري اذا حبينا ولا ميديكال كو ديطاء ميديكال كما دار بن علي البورقيبة في 87 7 نوفمبر 87 يقدم بن علي الهارب اللي في جدة الآن عند بن سلمان على اللي طاح ببورقيبة بنقلاب صحي قال ما خلاص راح مريض منتهي بالفعل بورقيبة كان منتهي واستولاه على السلطة بدل هذا سيناريو اللي سميته الانقلاب الصحي او الماد دمية واثنين وعندما يقومون بهذا الانقلاب اما يحاولوا يعيدوا انتاج نفس النظام او يقروا لا هذا المرة خلونا نسلم الأمر إلى حكومة انتقالية ونقوموا فترة انتقالية تدير حكومة انتقالية ونسلموا فعل الأمر إلى الشهد هذا أيضا ممكن هذا السيناريو الثالث السيناريو الرابع انقلاب عسكري كلاسيك انقلاب عسكري كلاسيك بمعنى ضبار في مكان ما في مستوى معين سوى كانوا سوى كانوا جنرالات او عقداء او رواد او بينهما يقومون بانقلاب عسكري مباشرة وهذا ممكن هذا ممكن وفي الحالة هذه ايضا الانقلابيين اما يتخذوا موقف سوار الذهب السودان في الخمسة وثمانين عندما انقلب على جعفر النوميري وقال بعد سنة نسلم السلطة الى حكومة انتقالية الى حكومة منتخبة وقد كان بالفعل وبمعنى رجع الكلمة الى الشعب السوداني والشعب السوداني واللي اختار انا لك اجاب حكومة مدنية قبل ان ينقلب عليهم الباشير مرة اخرى في تسعة وثمانين اذا هذا ممكن او هذو الانقلابيين يديروا انقلاب ومبعد يستلموهم السلطة كما كثير من الانقلاب العسكري مثلا اجماعة نزر لما داروا انقلاب على على الشاد ليستلموهم السلطة قالوا بانهم رح يديروا انتخابات ورح يعملوا لكن قاوهما قاوهما جابوا بوظياف قتلوها جابوا زروال طردوه الى اخره فانقلاب عسكري او كما دار سيسي على الاخوان هذا ايضا ممكن اذا في الانقلاب العسكري ايضا في اكثر من احتمال الاحتمال الخامس والسيناريو الخامس انتفاضة سواء انتفاضة شعبية تدعمها قاعدة الجيش او انتفاضة عسكرية ويدعمها الشعب هذه ايضا صرات في اكثر من بلد في اكثر من دولة الى اخره هذه ايضا محتمل هناك خمس احتمالات خمس سيناريوهات ان شاء الله في الاسبوع القادم في اللايب القادم او قبله اذا كانت الوقت يسمح رح نشرح لكم ونفسر لكم في كل سيناريو ما هي احتمالاته ما هو مضمونه ما هي احتمالاته ما هي الامكانيات حصوله والاحتمال وان كان السيناريو في اكثر من وجه ايضا نفصل في هذا الوجه اخيرا اختم بنصيحة ونصيحتين بالنسبة للناس اللي راهم يطالبوا بي ما هي افضل طرق المرسلات شوفوا اخواني افضل طرق المرسلات في اعتقادي هو الفيسبوك الميسنجر الفيسبوك عموما هو الميسنجر بشكل خاص رأوا نظام لا يستطيع ان يدخل اليهم فيسبوك هذا ره امبراطورية هو في حد ذاته امبراطورية اذا مرسلات دائما من الافضل ان تكون عبر الميسنجر او الفيسبوك بالنسبة للناس اللي رسلوني على الصفح نصيحة اخرى ايضا لبعض الناس كنت في حديث اليوم امس واليوم تحدثت مع واحد من اخواننا يبان يبان انسان صادق من خلال الحديث وفي الحديث مش رح نقول طبعا ندار بيناتنا بالحديث لكن فقط رح نعطي العنوان هذا الاخ يعني ظن في لحظة معينة انه يخدم للجزائر فقنعوه باش يكون ارجو عندهم عند الدياريس فاخدم مع الدياريس على اساس انه يعطي لها معلومات ويقدم لها معلومات في مكان ما كان مكان هذا اللي كان فيه كان مكان سخون هذا الكلام غير في السبع سنين الاخير مكان سخون ومكان خطير فكان يقدم لهم معلومات ويعاونهم على اساس ان هذا في خدمة للبلاد وفيها لان المربوط بقوة خارجية الى اخره وفيه معلومات ومبعدين اكتشف انهم تلعبوا به انهم عصابات مجرمة انهم قاعد يصدفهم لي بهم بكل اوصاف الشيطانية انا مش رح نتكلم كثير عن الموضوع هذا لكن رح نقول لكم بكلمة واحدة اخواني اينما كنت انت اخي اينما كنت اللي رح تسمع فيه جزائري مكش جزائري مسلم مكش مسلم عربي مكش عربي امازيغي مكش امازيغي اينما كنت يا انسان لا تكون عميل عند اي كان لا تكون عميل اجن عند مخابرات اي بلد راك اذا كنت عميل عند مخابرات اي بلد وهذه بحكم العشرات من الناس اللي قالوا لي ولي اكتبوا لي وحتى بحكم لما كنت انا في السفارة وكنت نشوف العملاء لما يجوا عند مكتب المخابرات راهم لا يحترمون العميل نهائيا ويصفونه بكلام قبيح جدا في غيابه وراه اذا كنت اذا كنت عميل ومسكوك راهم من بعد يحاول يشدوا لك ملفات واحيانا يعتدوا حتى على عرضك احيانا يدروا لك كذا احيانا فانصحكم لا تكونوا مهما كانوا مهما قيل لك راهم فيه واحد كريم مولاي راهم اكتب وقالوا واشصرالوا كان شهادات احيانا ناس اللي اللي يظنوا باللي انا حتى هو في الول ممكن كايلي يديه الرغبة كايلي تديه دراهم كايلي يحب يقول لي جونس بوند كايلي يحب يقول لي يحسب رح وراه يخدم في الوطن راهم مكانش لعمالة راهي عمالة ولو كانوا شافوك صح تنفع وتخدم الوطن ما يتعاملوش معاك بالسرية وبالخلفية وروح سمع الكلام واشي يقول وروح شبنا خبر فلان وفلانة وجسس على فلان وجسس على فلانة وكن هنا راههم من بعد يعبثوا بيك عبث رهيب راهي هناك عشرات الأمثلة من الجزائريين اللي يقدروا نقدمها لكم ونسميهم لكم لكن فقط ربما بعض منهم راهوا تاب وبعض منهم راهوا نسحب وبعض منهم راهوا ما تنسكتوا ما نتكلموش عليهم راههم العمالة لا يستطيعون بعد يتحكم في روحه ما يقدش حتى يقول رأي ما يقدش حتى يظهر بأسمه كريم ولاي لما ظهر بأسمه كانت من نسبة له برغم كل شي الناس تقدر تختلف وتتفق مع كريم ولاي لكن كانت شجاعة كبيرة باش تكلم وفي البداية في الحق كريم ولاي هو يقولها بعثوه باش يخترق رشاد وانا قلت نسمي وقف مكلة تلعب معي اللعب انت على الاختراقات راي نعرف الموضوع هذا مليح انا منشدرويش انا تكوين دبلوماسي وخبرة في المجالات هذه وقراءات واسعة وكبيرة اذا اخوتي ما تكونوش عملاء لا المال يفيد ولا سلطة ولا نفوذ رك تجد نفسك تحت رجلين مرات اخر فاسن في المخابرات او في الله واللي راك الان عميل او رك رك خدام عندهم حاول ان تغادر حاولا تترك واخرج من البلاد كرامتك اهم شيء عزة نفسك اهم شيء اخلاقك اهم شيء واذا قانسيت هات الاشياء فقط ما تكونش لعبة في ايديهم راجل كما انتا كما هو تكون لعبة في يده او انت مرأة انسانة حرة واللي لعبة في يده سواء كنت مرأة او كنت راجل لا تكون عملاء لأي ان كان لا يقول لك لا باسم الوطن لا باسم الحرية لا باسم الديمقراطية لا في الغرب لا في الشرق لا عند العرب لا عند القوار يعبثوا بيك ويتمسخروا بيك اي واحد عميل اللي راح يصعب عليه اصلا ان يوري وجهو للناس فإخواني هذه نصيحة لكم خاصة صغار بالاكش نهار جي يخدعك ويقول لك رواح تخدم وتخدم الوطن ما الوطن راهم موش ما يخدموش الوطن را عسابات تخدم في مسالحة فقط حياكم الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى